تناول القضية من المنظور الأمني والمنظور أيضا الفكري والثقافي ووحدة المجتمع الدولي تتصدي إلى هذه الظاهرة وعدم استغلال أي من الدول للإرهاب كوسيلة لتحقيق مقاربها وأطمحها السياسية وهذا أمر يجب أن نكثف فيه جهودنا ونكون واضحين في تحديد مثل هذه الدول وما تتخذ من إجراءات منوئة لأمن دول المنطقة بل وأمن الدول العالم